موضوع المحكمة أيضا كيف أنها مسيسة وليست قانونية أول شيء من يشكلها من تصدر بقرار من رئيس الجمهورية حتى تشكيل المحكمة كل عام يقوم بإصدار تشكيلات جديدة لمحكمة الإرهاب لماذا؟ لأنه يريد استبدال القضاة وتلويس كافة القضاة لاحظوا التشكيلات التي صدرت من تشكيل محكمة الإرهاب إلى الآن تجدون هناك تكثير من الأسماء يتم استبدالها وزج بأسماء جديدة حتى يلوث الجميع سواء بالنيابة سواء بالتحقيق سواء بالمحكمة الأولى والمحكمة الثانية والآن أنا أريد أن نوه أمر حتى لا ننسى وزير العدل أحمد السيد الآن من مدة قريبة جدا صرح بشكل رسمي أن هناك انتهاكات في محكمة الإرهاب هناك تجاوزات هناك سمسرة من القضاة ومن النيابة ومن السماسرة سنعمل على تجاوزها وفتح محاكم ومسالخ جديدة في حمص وحلب هذا كلام وزير العدل أن الفساد موجود من ملايين ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر